مرحبا أعزائي المتابعي في قناة بلينبعين عربية نزل عندنا تحديد جديد تطبيق سناب تحديد إصلاح الأخطاء التحديد برقم 12-75-037 قبل ما أبدأش راح الطريقة الصحيحة للتحديد وعن الميزة اللي كتير داي سألون عليها ميزة تصوير الشخص تاين سناب أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك وانشاء نشترك بالقناة فعل الجرس لايك الفيديو أنا أمطيكم الفيديوهات أول بأول أول من تنزل المعلومات أنطيكم إياها وأرسلها فيديوهات والآن راح ندخل من داخل الآيفون أشرح سناب بصورة صحيحة في البداية أدخل على الأبل ستور أدخل بالأعلى وأنزل الشاشة إلى الأسفل راح تنزل عندي التحديثات النازلة وأنزل عندي مثل ما تشاهدون جوجل ولاين وإسناب التحديث برقم 12-75-037 قبل ما أحدث أروح على الإعدادات أنزل على عام أنزل على تحديث البرنامج التحديث 17-3-1 واحتمال هاليوم أو أسبوع الجاي يصدر عندنا 17-4 قبل ما أكمل التحديث أروح على مساحة التخزين هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 105 الفرق بيناتهم لازم يقوم بين 20-30 جيجا فأني عندي مساحة جدا عالية اللي أعملها هنا المحذوفة مؤخرا أكملها وأنزل على السناب أشوف كم السناب عبر الواحد جيجا اللي أعملها أحذفها وأرجعها لماذا أحذفها وأرجعها؟ المستندات والبيانات تدخل مساحتها وبالنسبة هنا هذا التحديث رح يصير 12-75 الآن أحذف السناب وأرجع أروح على الأبل ستور أرجع حملة من جدة وجديد أدخل السناب ورح ينزل التطبيق ما بأي مشاكل ومساحة أقل والآيفون مالتي طبعا الحرارة تقل والآن أنا دعا أتكلم إياكم والظهر حرارة حتى فتحت الحافظة أنا دعا أصور فأكثر شيء طبعا أكثر شيء اللي يخلي حرارة ظهر الآيفون هي المساحة العالية ولازم مثل ما أقول دائما بين 20-30 جيجا بايت مساحة غير مستخدم الآن كمل التحديث أدخل عليه وهذا حسابي 1-23-5-2-5 طبعا أنا ما عندي أي مشاكل لكن رح أتكلم عن ميزة تايني سناب هذه الميزة اللي الكل دا يتكلم عليه هي ميزة تجريبية في السناب شات الظاهر أنه السناب نزل معلومات أنه هذه رح تلتقط الشعور مالتك وقت ما أنت تكتب الرسالة ممكن كان هو يقصد أنه تلتقطها بدون أنت ما تعرف لكن أكيد تفعلها فبعد ما أرسلوا إلى السناب توضيح وطبعا هذا أنه كثير متابعين أنا من متابعيني قالوا رح نحذف لسناب فسناب أصدر توضيح أنه هذه الميزة رح تكون فقط حصرية أنه أنت لازم تفعلها يعني أنت تلتقط صورة لنفسك وترسلها أو ممكن يكون هناك زر أنه هو يلتقطها لنفسك تخليه نفعل وقت ما تكتب رسائل فأكيد لازم موافقتك لأنه هنا بعربة ما يصير أي شيء تاخد صورة إذا مو بموافقة طبعا هذه ميزة موجودة في الحسابات التجريبية وأني من يوم أمس حاولت أنه أنضم للحساب التجريبي لكن مقبل إلى أن يوافق لأنه ازدحام عنده كثير يعني متابعين منضمين إلى فقال لي أقرب وقت رح تنضاف للحسابات التجريبية حتى الميزات الجديدة رح توصلني أول بأول وأرسلها لكم أتمنى بنهاية الفيديو تكونون افتهمتوا هذه المغزى من هذه الميزة أنه تلتقط أنت حزين أنت وفرح ودع تكتب رسالة وتلتقط صورة إليك وترسلها مو السناب يلتقطها إليك ويرسلها لأنه أكيد ممكن واحد يكون يعني بأوضاع مو يريد صورة تلتقط تحياتي لكم رجاء أي سؤال أو استفسار كتبوه برسالة أنا حاضر أو راسلوني على السناب أو إنستا وأكون جدا شاكر مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها برسالة ورجاء لا تنسوا الاشتراك ولايك تحياتي لكم مع السلام اشتركوا في القناة